اجتماع جديد للجنة الرباعية في العاصمة السعودية الرياض الجديد الظاهر هذه المرة هو انضمام وزير الخارجية العماني لاجتماع وزراء الدول الأربع بالإضافة إلى حضور مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة أما الجديد على مستوى المضمون فقد خرج الاجتماع بدعم المقترح الذي تقدم به المبعوث الأممي على ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات في مدة أقصاها أسبوعا مؤكدين أن الحل في اليمن لابد أن يكون ضمن المرجعيات المتفق عليها ذلك ما قاله الوزير الجبير أما وزير الخارجية الأمريكي جون كيرين الذي لم ينسى الإشارة إلى أن زيارته الحالية هي الأخيرة قبل رحيله فلم يخفي حرص إدارته على محاولة الخروج بأي إنجاز في الملف اليمن قبل الرحيل معلقا ذلك بأن أي اتفاق لابد أن يضمن أمن وسلامة المملكة حديث الوزير الأمريكي لم يغفل التعليق على الدور الإيراني في المنطقة وفي اليمن خصوصا مبينا طورط إيران في دعم ميليشيا الحوثي ومؤكدا أن بلاده تسعى لإيجاد حل لسيطرة على مصادر السلاح التي تستغلها إيران في دعم حلفائها في المنطقة يجذر الإشارة هنا إلى أن الاجتماع جاء بعد رفض الأطراف اليمنية لمبادرة كيري السابقة التي تضمنتها خطة المبعوث الأممي والتي علقت الحكومة الشرعية عليها بالقول إنها لا تؤسس للسلام وغير قابلة للتنفيذ كونها أغفلت مرجعيات الحل المتفق عليها وأعقبت ذلك بتقديم مسودة بالعديد من الملاحظات للمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ ليبقى السؤال الحاضر هل استوعب الاجتماع موقف الحكومة وملاحظاتها أم أن التأكيد الذي خرج به المؤتمر الصحفي اقتصر على موقف المملكة دون بقية الأطراف